لقد استمر الاحتلال الإسرائيلي في اجتياحه لحي الشجاعية للمرة الثانية ولليوم أربعة عشرة يوماً والاحتلال الإسرائيلي تواجد في هذه المنطقة والتي دمر فيها معظم المباني والمنازل التي لم يدمرها في اجتياحه الأول فأصبح أكثر من 85% منها غير قابل للسكن إضافة إلى تدمير كافة البنية التحتية وبذلك أصبح حي الشجاعية منطقة منكوبة غير قابلة للحياة وحسب شهادات بعض المواطنين الذين سمح لهم الجيش الإسرائيلي بالخروج من منازلهم أثناء عمليات اجتياحه لحي الشجاعية أفادوا بأن الجيش بعد أن أعطاهم الأمان من أجل الخروج من هذه المنطقة قام بإطلاق الطلقات النارية والقذائف على هؤلاء المواطنين الأمر الذي أدى إلى استشهاد عدد من هؤلاء وقتل امرأتين وإصابة آخرين إن طواقم الدفاع المدني وفور انسحاب القوات الإسرائيلية من حي الشجاعية تعاملت واستطاعت بالشراكة مع المواطنين من الانتشال أكثر من ستين شهيداً من منطقة الشجاعية وهذه أحصائية أولية حتى الآن وهناك العشرات من الشهداء الذين لا زالوا حتى هذه اللحظة متواجدين تحت أنقاض المنازل نطالب بضرورة توفير الوقود بشكل عاجل وتوفير المعدات والإمكانيات والسيارات لطواقم الدفاع المدني حتى تتمكن من العمل على إنقاذ المواطنين والبحث عن المفقودين اشتركوا في القناة